ترجمة نانسي قنقل من أجل المساهمة في صناعة القرار السياسي في شيقين أساسيا الشيق الأول هو المرتبط بالتكوين حيث سنسعى من أجل تمكين وتعزيز قدرات الشباب في مجال السياسات العمومية وقياس مدى أطراء المستوى الاقتصادي والاجتماعي ثم الشيق الأخر وهو مرتبط بتقريب مؤسسة البرلمانية للمواطنات والمواطنين خصوصاً فئة الشباب والذي سنحاول أن للميس أكثر من 7650 شابة وشاف في مختلف جهة المملكة ومن خلال هذه المحاكات ذي البرلمان المغربي سيسعى الشباب على مستوى الجهات للتفاعل مع السياسات العمومية وأيضاً السياسات الترابية في طرح اهتماماتهم قضاياهم على صيغة أسئلة يعني شفاهية من خلال هذه المحاكات التي نأمل أن نحمل من خلالها يعني تطلعات الشباب في مختلف الجهات وسنختم هذه القفلة التي ستجهب مختلف جهات المملكة بكتيب أساسي فيه مختلف تطلعات مختلف أسئلة التي تؤرق الشباب المغربي في مختلف مناطق المغربي هي الإعلان عن تلاقات مشروع البرلمان المتنقل البرلمان المتنقل هو ثمرة شركة بين حكومة شباب الموازية ومنظمة الألمانية فريدي ريش نومان الهدف منه هو إشراك الشباب المغربي في الحياة السياسية وتقريبهم من العمل البرلمان في غي المون وتكوين في مجال تحليل وتتبع السياسات العمومية البرلمان المتنقل هو مشروع على شكل دورات تدريبية لمجموعة من الشباب المغربي على مستوى جميع ربوع المملكة فهي قافلة ستجوب مختلف الجهات التي تستهدف أكثر من 7000 شاب وشابة سيتم تأطيرهم وتكوينهم في مجال تحليل السياسات العمومية وتتبع ديالها وهذه الشباب ستتعطيرهم فرصة لكي يكونوا شباب آخرين وستمنحوا لهم منح مالية التي تمكنهم من أنهم يديروا هذه التكوينات وفي الأخير سيتم تتويج هذه المشاركات وهذه العمل بتنظيم تدريب لفائدة الشباب اللي غادي ينشحوا من هذه التكوينات بقبة البرلمان حتى يتمكنوا من محاكاة هذا البرلمان ويعيشوا هذه التجربة برنامج كي يستهدف جميع الشباب من المجال الحضاري ومن المجال القاروي وهي يمكنهم من أنهم يستفدوا من هذه الفورماسيون اللي يجينا غير ممكن لقاء الشباب في المجال الحضاري كي يستفدوا منها أكتر البرلمان المتنقيل البرلمان المتنقيل كما أشرت سابقا هو امتداد اللي عمل حكومة شباب الموازية اللي كتسعى دائما إلى تأطير الشباب حول تخصص أكاديمي اللي عنده قواعد اللي هو تتبع وتقييم سياسات عمومية واللي هو الأمر غير هايين واللي مبغيناش يبقى محصور فقط على المتخصيصين الخبراء الأكاديميين بل بغين أن نقلوا هذه التجربة لتتبع وتقييم سياسات عمومية إلى الشباب فحكومة شباب الموازية طرحات واحد المجموعة أمل المشاريع على سبيل المثال كانت هناك أكاديمية شباب كانت هناك مكتب الدراسات والأبحاث المختبر الدراسة والأبحاث لتابع حكومة شباب الموازية واليوم كان عزوا هذه الآليات هذه الأجهزة التي تغفر لها حكومة شباب الموازية من خلال إطلاق البرلمان المتنقيل لكما قلت الهدف الأول هو تأثير وتمكن الشباب من الآليات التي تخول لهم أن يتبعوا وتقييم سياسات عمومية هذه المحطة ستنطلق من الأسبوع القادم اليوم ويوم السوء بحول الله والتي تمرر من جميع جهات المملكة بابتداء من جهات فاس مكناس وبعد ذلك سنكون شباب للترافوة حول السياسات العمومية حول قضايا التي تهم الشباب قضايا التي تهم الطفل وقضايا التي تهم المرأة إلى آخره ومن طبعا هذا من بعد ما يتمكن يتوفر على الآليات كل شاب من الشباب الذي يستفدون من هذا التكوين من طبعا سيكون لديهم إمكانية أن يحملوا المشاعل ويكونوا شباب آخرين في هذا الإطار لكي في آخر المطاف تكون لدينا واحدة فئة شبابية التي قادرة أنها اليوم تغني النقاش العام وتقيم السياسات العمومية بما تقتضيه القواعيد الجاري بها العامل ومن طبعا الحال إغناءا للنقاش العام وإضفاءا لواحد النوع دي الجودة على هذه النقاشات التي تدور اليوم فيما يتعلق بالقضايا الآنية ت congrām ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر